طب اسألك السؤال تخيل محمد صلاح بعد سنتين وربنا يا ربي يديه طولت العمر في الملاعب وتفضل يقتوه أموره البدنية الكويسة كل حاجة سنتين تلاتة وبدأ الأمور بالنسبة له تهدى أجل راس ماله سرعيته وليقتوه البدنية فمع السن الأمور هديت بزمتك فكر كده معايا هنتسند على مين في المنتخب طبعا أنت شايف حاجة قريبة ده احنا الاتنين اللي عندنا بيلعبوا عندها صفة أول في الدولة الإنجليزية محمد صلاح ومحمد النيني وبس ومحمد النيني ما بيلعبش أسيس كمان مع أرسل بس لعيب كويس ورائع وكل شيء بس دول اللي عندنا بعد كده عندنا لعيبة محترمة مع أمر مرموش في فولفوسبورج وعندنا تريس جيف ترابزون التركي وعندنا حجازي في التحاب جدة بالنقنق لكن لو بتتكلم بقى احنا مين معانا محترف حقيقة هو محمد صلاح محترف مؤثر يعني يأثر في المنتخب محمد صلاح لكن جاب لاعب من اللي انت شفتهم في قائمة السنغال دول يأثر في المنتخب يا راجل ده لو سدي وما نيه ده محمد صلاح لو غاب عننا احنا في كاس العالم لو محمد صلاح غاب عننا تعبنا قدام الأرجوي جدا لما رجع بقى ونص حالة جيدة تمام؟ اتغلبنا من روسيا وبعد كده اتغلبنا من السعودية هو اللي سجل وهو أصلا لسه مش كامل الشفاء ليه؟ عشان بنينا عليه كل حاجة هل حد فكر ماذا بعد صلاح احنا باللوقتي ايه؟ بنقعد شوية ايه؟ عشان صلاح عايش معانا عايف لما تبقى مثلا ايه؟ يقولك انت مش هتعرف امتى لما ابعد عنك او محمد صلاح عايش معانا فبنقعد ننتقد ونقعد محمد صلاح قال كذا وقصد كتب كذا وقصد حطوا سورة مش عارف ايه وبتاعه طيب يا سيدي محمد صلاح مش معانا بكرا كلمني عن منتخب مصر لا يا كريم عيب منتخب مصر مش محمد صلاح يا سيدي او انا بكلمك على اسم منتخب مصر انا بكلمك على تشكيلة قدام تشكيلة التشكيلة اللي حرارك قلتها لك دلوقتي بتاعت السنغال ليه؟ هل طبيعي كنا نوصل معاها مع كامل الاحترام لكل اللاعبين والله لاخر نقطة في ضربات التريح بكل الفرق اللي بيلعبوا فيها دي هل ده منطقي وطبيعي؟ ده عملنا الخيال احتراف والله بقى انا عشرين سنة واللي قبل بيقولوها لازم اللاعيبة تطلع في اوروبا ارجوكم يطلعوا اوروبا لو سمحتوا اتحاد الكرة يدينا حلول يدي بنا في السودي امتيازات للأنداء اللي بتطلع اللاعبين قلت الكلام ده قبل كده لللعيبة في اوروبا اعملوا اي حاجة لازم حلول مبتقرة شوية المغرب بالمناسبة اللي سجلوا الهدفين بتوع المغرب في مبارات بلجيكا لاعبين اصلا دي كصة تانية ما كانوش عايشين في المغرب مولودين برا المغرب ولعبوا للمنتخب المغربي احنا لو دورنا كويس هنلاقي برضو مواهب موجودة في اوروبا ما كانوش عايشين في مصر بس معاهم البصبوري المصري فناخدهم بعد كده ونشتغل بيهم شو هتش يغل يا جماعة انسوا الدوري بتاعنا شوية خلونا نفرح بالدوري بتاعنا اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري وبرامدز وفيوتشر بس الدوري ده ما يديش لعب المنتخب ينافس في مستويات زي دي بشكل واضح وصريح اشتركوا في القناة